السلام عليكم. مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة سنتعرفوا على المعاملات ديال المواد وتحديدا الجهوية والوطنية. لماذا تحديدا اختارت هذا الموضوع? لان عدد منكم تركز على المواد اللي كتلقى المعامل ديالها هبط وكي يخلي المواد اللي كتلقى المعامل ديالها طالع. اذا في هذا الفيديو موجه الناس اللي مقابلين عن الجهاوية, يعرفوا المعاملات ديال الجهاوي. ام الى ناس اللي يعني مقابلين ايضا على الوطنية. يعني اه هاد الفيديو مخصص تحديدا للشعب. للشعبة. شعبة الاداب عفوا والعلوم الانسانية مسلك الاداب ومسلك العلوم الانسانية. اذا عندكم في الجهوي بمسلكيه أي مسلك الأداب ومسلك العلوم الإنساني نفس المادة نفس المواد ونفس المعاملات إذن عندكم الفرنسية 3 تسوية المعامل لها 4 يا الإخوة المعامل لها 4 الرياضيات عندكم فيها ساعة ونص معامل لها هابط إذن لا شيء الطربي الإسلامي عندكم فيها ساعة ونص والمعامل لها جوج حقيقة إن هذه المواد مواد سهلة بزاف خذكم تركزوا عليها باش تجيبوا الجهوي بالنقطة مزيانة لأنك إلا جتي لنقطة في الجهوي طالعة غتخول لك إن شاء الله باش تخدم في الباكالورية وانتا مرتاح طبعا غديندوز إلى الوطني غديندوز إلى المسلك الأول المسلك الأداب الأداب كيتمتحنه في المواد التالية عندهم اللغة العربية كيتمتحنه المدة الزمنية ديالها 3 سواء المعامل ديالها 4 عندهم اللغة الإنجليزية المدة الزمنية ديالها 3 سواء المعامل 4 عندهم التاريخ والجغرافية 3 سواء المدة الزمنية المعامل 3 الفلسفة المدة الزمنية 3 سواء المعامل 3 أنتم ما قد تشوفوا الفرق بين المسلك ديال الأداب والمسلك للعلوم الإنسانية طبعا الفرق سيكون في المعامل إذن فشوفوا معي مثلا اللغة العربية والإنجليزية المعامل ديالهم طالع بزاف أربعة أربعة هذا لا يعني أنكم ما تخدموش في التاريخ والجغرافية والفلسفة لا معامل 3 غير زماء اللغة الإنجليزية أكثر وهي أو اللغة الإنجليزية أكثر معاملات من التاريخ والجغرافية والفلسفة إذا كانت توجد إلى مثلك الآخر وهو مثلك العلوم الإنسانية إذا حدث المواد نفس المواد التي تمتحن فيها الأداب اللغة العربية المدة الزمنية المدة الزمنية 3 السواء المعامل ديالها 4 إذا نشوفوا معي في مثلك الأدب كالمعامل ديالها 4 تشوفوا تشيل تقلب إنجليزية كالمعامل ديالها 4 أم لا لدينا هنا في العلوم الإنسانية ولا ثلاثة لعلى تاريخ الجغرافية كان عندنا معاملة ثلاثة ولا عندنا معاملة الربعة فيسفار معاملة الرابعة ثلاثة السوع ثلاثة السوع ثلاثة السوع ثلاثة. اذا بهذا فحقيقا خاذتكم تعرفو تعرفو اهدى المعاملات هذه لان من خلال ا ا ا ا شنو هم المواد لخاذكم تركزوها لها وشنو هم роль اللي طبعا ما تركش اليها بزاف مش يعني هذا لا يعني ان مش نقول لك شي يعني ان ما تركش اليها ولا ما تخدمش فيها لا هي للمواع عميل ديالها تيكون هابط تيكون هابط انتم ما كتعرفوا الا ان الجيوي تتكون عليها خمسة وعشرين في المية في حين ان الباكالورية كاملها تتكون عليها خمسة وسبعين في المية بما فيها المراقبة المستمرة بما فيها المراقبة المستمرة اذا اخوتي كنتمنى على انكم تكونوا استفتوا واضربوا لكم موعدا الى حلقة القديمة ان شاء الله